اهلا بكم اعزائي المشاهدين ايه انا اسمي سلينة سامير سعد عندي ثمان سنين سنة ثلاثة بتدقي تمام ممكن يا سلينة تكلمين عن موهبتك اكتر انت بتعملي ايه هو انا بحب التمثيل جدا جدا بس سنية وهرد رد كمان واكد حضرتكم عارفين نفسي اكون مشهرة بجنون واللي زمان ما فلحتش فيه المرة دي لازم هيكون طب ازاي سلينة قدرت تنظيم اوهبتك هو انا من وانا صغيرة وانا بحب اتفرج على المسلسلات والافلام واحفظها وبعدها امثلها اقلدها يعني فبدأت عمل كده من وانا تمان سنين فماما شافت كده فحاولت تنمي موهبتي اكتر واكتر فشاركت في المسرح بتاع الكنيسة فريق اسمه فريق لمباس وعملت مونودراما اسمها نص حرة وعملت مسرحية اسمها حرة فرنجي ومسرحية اسمها كريتيف كيدز وكمان طلعت مصابقات مع المدرسة عرضت على مستوى الادارة وعلى مستوى الجمهورية عرضت على مستوى الادارة والمدرية والجمهورية مين طيب اللي شجعك اللي شجعك اللي شجعك اللي شجعك اللي شجعني ماما كانت دايما بتشجعني وكمان مستر ماجد ادوار المؤلف والمخرج اللي ألف لي كل حاجة واخرج لي وحب اسلام عليه وهو اكيد بيتفرج علي وكمان دكتور سامير حمودة برضو بحب احب اوصلي سلامي تمام طيب يا سلينة عايزك تقول لي بقى مين اكتر ممثل انت بتحبيه ومين اكتر ممثل لو حبيك في التمثيل اصلا دنيا سامير غينم انا بعشق دنيا سامير غينم وحظلها حكات كتير جدا 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 طب يلا بقى انا عايز اشوف دلوقتي حاجة لدنيا سامير غينم اوكي مالك يا شملول مستعرية بالشيشة ليه دي الشيشة ايختي حتى بقيت عالمي كل العالم بيشيش زيها زي الشاي مش شايف ارديت اللي هناك الامامير دوت بيشيشه وكاب تمنيده كمان بيشيشه وكم كاردشيان بتشيش انا شوفتها بعين وفتشرب بسلدون كمان انا مش مصدقة التخلوف اللي انتي بتقولي ده انتي عارفانش نقصك ايه صباح وتكملي سديحة ايه يا روحي انتي نقصك مفرش وحلت محشي اخصي عليخي ودي حاجة تفوتني يا بتاعها طبعا بس دخلتها جوه في المطعم عشان يسخنوه اطلعها متستكلش برده ابدا اشلك صباعين صباح انا كنت ابتديت احبك واشوف فيك حاجات كويسة من فضلك متلغيهاش بقا اطلعها نهارضا متتكلميش معي خالص اوكي اوكي بس بقالك ايه يا اختي والنابي وانت راح كده ابن ازمي الوز بتاع الشيش عشان عايزة يسلك للرفاق عايب اللي انت بتقولي ده انت بتقولي ايه جاهلا هو انت بقى محاجة هو انت تعرفي امت الشيشة دي برو بزور تفسيلين اقول لما مين دعمك اكتر الكنيسة او المدرسة انت التاري موهبتي بزي بصراحة انا عملت ثلاث مصرحيات في الكنيسة فحبيت ان انا موهبتي اكتر وبرده في المدرسة كانوا بيشجعوني وكده يعني يعني انت بدأت الال في الكنيسة صح؟ اوه وهي اللي كانت بتدعمك اكتر؟ بصراحة ايه طب انت كنت بتادي كورسات صح؟ او انا اخدت الكورس عند مستر ايهاب صبحي طب قولينا بقى ايه اللي انت تعلمت في الكورسات دي اتعلمت ازاي تحرك على المصرح وازاي طلع احساسي كامل وكنا بنعمل حاجات وكنا بنمثل وكده يعني تمام طيب يا سلينا انا سمعت ان انت عملت حاجة مونو دراما بس انا في البداية عايز اعرف ايه المونو دراما عرفي الناس عليها ومثليني حاجة منها بعد كده اوكي انا هعرف الاول وبعدها مصر طيب اتفضل المونو دراما دي بتبقى كذا شخصية بيعملها حد واحد انا عام المونو دراما كانت خمستاشر شخصية تمام اه كانت خمستاشر شخصيات كتير فكنت بقف هنا اخلص كلام اللي اللي بيتكلم وبعدها اروح نقل المكان فكيت حاجة في الاول صعبة بس مع التدريب وربنا يخلي مستر مجد هو اللي يعلمني اه بقت حاجة سهلة علي فانا دلوقتي ممكن اعمل حاجة تمام فاندن بساعدك تعيشي واقع اوكي برافو يا بسانت كنت عاصل اوي النهاردة وانت في المسابقة بجازي يا موية ماذا عجبتك اه وانت كمان خدت المركز الاول في البلايه والناس كلها كانت منبهرة بيك الله انا فرحانة قوي يا ماما بس ما قلت ليش رأيك يا بابا سيقلم وره برافو يا بسانت بس او انت مش حاسة ان الكبيرتي وجسم الكبر اقربتي تدخلي عدادي ايوة يا بابا بس ده ايه علاقته بانه لعب بلايه مفيش علاقة يا بسانت هو كده وبعد ايه اهتمت من موسيقالتك واستقبالك احتر طب هو فيها ايه واهتمت بموسيقالتي ولعبت بال ايه ديبان عليها مش عادة تفهم بابا قصدو انك هتلعبك بس مش كتير تلعب ايهان انا لعبت وكسبها بيكبر يعني مفعش نقف خالص وانت اهزين يا انت اقولوش ايه يعني ايه مين فعش هلعبتين انا مش معنا حاجة خالص امه برافو عليك واحسن واحدة ومركز اول وفي الاخر تقولولي مش هلعب مليش دعوة انا عايزة لعب يا ماما يا بابا سيبوني العب وانهركز في مذاكرتي عشان خاطري انتو عارفين انا كل اليوم قابل بناب بفتغى بصة على سوق وانتو صرحة مقابل نفسي عشان خاطري دي كانت احلى حاجة بعملها واحسن موهبة عندي بس يالله بقى برافو ايه الجمال ده دلوقتي هناخد معنا محمود من قصيود اهلا السلام عليكم ايه 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 هي اللي خلت يعني انا الكنيسة كلها عارفاني المونة دهما هي اللي شهرتني في القصية بس ها مش عارفة اتشير لفوق اكتر ايه طب انتو حاسة ايه لي نقصك عشان كو تصلي اكتر من انتو ايه انا نفسي اشوف الفنانة دونية يعني انا حاسة ان لو شفتها ممكن تشوفلي فرص او حاجة زي كده انا نفسي امثل بجد طيب سلينة عايز اقولك على حاجة بقى عايزك تقولي حاجة بقى لفنانة دونية سميرة غنب ونخيلة البرنامج بتاعنا من نهاردة تقولي لها ايه الكاميرا معاكي وقولي اللي انت عايزة انا بحب الدونية جدا 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 يا فنانة صورتنا وبموت فيك ولو انت بتتفرجن على الحلقة فعنين cut احاول سعلي عشان خاطر v طيب ممكن يا سلينا بقى تغنلنا حاجة فنانة دونية سميرة غنب بقى الغنية جميلة حتة صغيرة ولا غانية كاملةA fit رجل ماناا بصل الغنية دى بحركات انا بصي على زكت عايشي عايش خالص؟ او عايش براحتك خالص لكم جهزة حاجة جديدة اوي وفكرة مميزة وبدال الحدثة عندنا لكم تلات حوادث تلات بنات مختلفة جدا في هن هن كتير لخبيت جلعد طبعا حد بمثب موضيع جدا بشكل بسيط تلات بنات مختلفة جدا في هن هن كتير لخبيت جلعد طبعا حد بمثب موضيع جدا بشكل بسيط وبدال الحدثة عندنا لكم تلات حوادث تلات حوادث تلات حوادث طيب سلينة انت ليه بقى عايزة تبقي عايزة تبقي ايه امه تكبري الاول انا عايزة بقى ممثلة ليه بقى عايزة بقى ممثلة عشان انا بحب التمثيل زي ما قلتول حضراتكم وكمان طب سلينة احنا عاملين لك مفاجأة ايه دا ايه كده تقولي الو 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 مين ازايك يا سلينة الو مين ازايك يا سلينة ازايك يا سلينة ازايك هتوصل للنور ان شاء الله ميس حدثي ربينا معاك او معاك انت فخورة بسلينة ولا انت شايفاها زي دلوقتي انا فرحانة جدا بسلينة وفخورة بيها لاني انا بمشي في وسط البلد بتعرف ان انا ام سلينة انا خلاص يعني بقت ام الفنانة بشكرها جدا 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 انها بني احنا بنذكر حدولتك عن مدخلة جميلة دي في اللي ما تحب تقولي ايه بقى المامة تذكريها على هي كلامي الجميلة قلتها عملك هي بصراحة هي اللي بتفكر هي اكتر حد بيفكر فيها واكتر حد بيفكر ان الموهبتي توصل بقول لها شكرا جدا 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 يا ماما طيب انت حافظة حاجة بقى اغنية كده للامة تقوليها توجيها المامتك النهاردة اغنية للامة او شعر او مشهر او شعر او اغنية اللي اعجبك اوكي انا ممكن اقولش شعر سانية معلش اغنية 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 انت عايزي امي نوربتني ست القلبة متفيكي بوجودة تضحك دنيتي لو بست قديكي ربنا يحميكي خليكي لك فيكي اللي انا على ايدي كنت امشي على طول قلق لو شعر ما نولا وطعبنا ما بيبانش اه او اغنية انا اردت ودخلنا الكولية وكانت احلى ايام بجد اتعرفت على كمية ناس كتيرة جدا كان فيهم ناس تتحب كده من غير اي حاجة وناس منظر بس من برة وناس لقيمة وناس وحشة وناس تخوف بس كل ايام ما قضيينها خرجات وطلعات وكفيهات وحفوصح وطبعا حسينا اننا كدرت وزي ما يكون كنا محبوسين جوه السند وما صدقنا دخلنا الكلية اكتر كلمات ممكن تسمعها الشلة والصحاب والدفعة والقس تحس كده نليه كيان بس انا مكنش بحس حقيقي ليه مش عارفة بس في حال الحياة برا السجن كان ليها طعم كده وفي اليوم كنا واقفين في الكلية وتعرفنا على شلة اولاد اكبر مننا في سنتين كانوا كويسين ودموع وخفيف ويدحك وكده انا عن نفسي كنت بسخصى خداحك منهم وصاحبه وحبيت واحد منهم جدا وكان حلو معي وما واقفه لسه فاكرها لغاية دلوقتي كان عامل اللي حس كده وبصراحة كان بيعود مكان صاحب البنات كان لسانه حل وكلامه برضو حل بس اللي اختاره قلبي هو اللي واجع قلبي فتعبه ايه الكلمين اللي انت بتقوله ده صدقيني يا بسانت هم مش مقتنعين لكن انا مقتنعة مش كفاية يا بسانت اهلك شايفين باللوحات اللي برسمها ده مش كفاية نفضح بات وانا انا برسم عليك انت كمان انت بتاع انا مش بتاعهم هم لكن هو بجد يا بسانت انت وعلبك انا مش هاخدك انت وبس وبعدين انت يرمي الموضوع علي انا كده ليه ده درك انت مش دوري انا اه فعلا دوري اني حارب عشانك لكن انا شايف انك مش في دهر انا كنت فكرة اني كفاية فيك مش كفاية يا بسانت انا حاولت نعادل المياه ومعرفتش بصراحة كان عنده حاق انا مكنتش في دهر انا اساسا كنت عارفة من الاول انهم مش هيقتنع بس انتو حارفين بنيوا بينكم كده انك تحب حد وحد يحبك ويميزك بحبه عن باقي الناس احساس حلو كده بس لو كان حقيقيا مش بس اعجاب يا بخت اللي بيجربوا بجد كان نفس عم زيكم لكن انا حبيته فان كانت اول مرة قولها كانت ليه واللي عرفوا اني مش هعرفه قولها لحد دي هي بتطلع مرة واحدة بس وبتتقال لحد واحد بس بس يا ترى امتى هنقدر نقولها لحد يقدرها ويحارب عشانت كان نفسة افضل شايلها ومحافظة عليها بس لغاية امتى هفضل شايلها وامتى هتطلع ومحافظة علي خدك مش عارفة تاخذ كرار حيث ما نفسك قولها لحد مش لقيا حد يقلك امي مش لقيا اللي يسبب عليك انت لسه جميلة لسه من جوزة حد لسه فيك الطاقة محافظة لقيا الكل مخلوق ليك مستني تعيشونه ولو الناس هبسوك انت من جواك حرة عيش حالك اتحد الشق اتحكي قولي للحجن كفاية طيري افضل بلاحك الحياة جميلة شبهك اوعي نش حرة كعيش اوعي تعيش نص حرة اوعي تعيش نص حرة شكرا يا جميلة شبهك فعلا والله طب سلينا انت الكلام ده كبير على سنك شوية بتجيلي ازاي؟ او مين بيكتبك الكلام ده عشان انت تمثلي عليه؟ انا لما عرفت التمثيل عرفت ان اي حاجة بمثلها مفيش حاجة اسماسة وعير علي وكبير علي انا بعرفة المثل كده ايب انا خلاص هعرفة تخرجوه الشخصية وبكده واسكت نفسك قوي كده لي يا سلينا هاي جميلة طب احنا براسي معنا ملك من بني سويف الو طب معنا الدكتور سامين حمضة طب معنا الدكتور سامين حمضة الو 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 فواركة فاني عليكم السرينة فواركة فاني ممكن اعمل مدخلة مع اسلينة؟ اتفضل مع اسلينة مع حضركة هاي اهلا اسلين ازاي؟ انا كويسة الحمد لله هاي يعني انت من ورا الشاشة شكرا انا عايز اقول بس ان سلينا طفلة مغوبة جدا تمام ممكن بس حضرتك وان انا كنت ساعد جدا ان انا شوفها في المدرسة ممكن بس حضركت وقتي سوري التلفزيون اللي عندك مكنت اسمعنا من التلفون مع ديزنا ايوة فيعني طبعا طبعا شفتها في مدرسة في مدرساتها في حفلة اعيز اقولك ان هي ادي يعني بغرة كل الموجودين انها تمثل خمسة شخصية والاكتر من نص ساعة طبعا حاجة يعني مذهلة يعني اتأثرت بها جدا وكمان هي متفوقة في مدرساتها يعني هي من الاوائل في المدرسة مليسا مقرمينها مبارك فانا اتمنى لها كل توفيق واتمنى فعلا ان احد يتبناها واتمنى ان كان اه انها تبقى فنانة كبيرة جدا ان شاء الله باذن الله وهي فعلا طفلة موغولة واتمنى ان فعلا الفنانة دونيا سمرغانين تكلمها تبقى حاجة جميلة بالنسبة لسلينا وهي حضرتك دكتور سليح امول مرتبطة جدا هي المثال أعلى بتاعها فانا اتمنى ان تكلمها او لو هي فرصة ان هي تشوفها او كذا مش عايزة تقول لكن.. هلو؟ 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 تخضر يا فندم احنا سمعين حضرتك شكرا دكتور سليم طبعا ده شيء عظيم من حضرتك كوياريت لو حضرتك تقدر تساعد سلينا ان هي توصل لحد يدبنى موهبتها طبعا هكون ساعدتها اكتر منك سلينا نرجع لي وقت ايه انت قلت ان انت بتجيب الكلام ده من دمائك صف؟ لا هو في حد مألفه لي لان انت حتى من المونو دراما اللي انا عملات مين بقلي بكتب الكلام المونو دراما اللي انت بتعملي؟ ما انا قلت مستر ماجد ادوار ادوار اللي هو المدرد بتاعك في المسرح؟ ايه هو الماسك المسرح بيقلف وبيحل طب بتحب تقولي حاجة ان هو الدكتور ماجد او مستر ماجد اللي بيدراج؟ ايوة احب اقول اشكره جدا على تعبه معي وهو اكيد بتفرج عليه الوقت اكيد تسلينا احنا عايزينك تعمل لنا حاجة تانية انا اسمتل انت انا حضر لنا حتى خاليجي كده ممكن تعرضيها لنا حتى خاليجي تعرفي نفسك انت جاني حزري فزري انا من وين؟ انا ممكن جننك معي؟ اخليك تفتكري اني انا خاليجية لكن انا ماني خاليجية انا مصريا حب مصر كتير مصريا مصريا مقصوطة بك يا وخدت مرايكز هل بقى علاقتك بيهم زي ما هي ولا بدور يتقربوا منيك أكتر لا أعايد زي ما احنا صحاب وزي الفل يعني معينا زراتي آخر اتصال لأستاذ ردوان من الأقصر السلام عليكم عليكم السلام موقت وصديم سميرة ما حضرتك كل سنة ونت ضيبة سميرة أنا اسمي سيلينا كل سنة ونت ضيبة بس الاسم السوعة ده عدلت يجيره حضرتك طيب كل سنة ونت ضيبة حضرتك طيب ممكن تقولين حاجة حلوة كده بمسابة عيد 6 اكتوبر لجيد لا أمش محضرة بسرعة أي حاجة حلوة من عندك كده نهارد عيد 6 اكتوبر نهارد عيد 6 اكتوبر أيها هو فعلا حرب اكتوبر تاك يا أمي ممكن تكون اسمي حضرة يا سيد ردوان وإحنا طبعا سايا لنا باتصالة صغير أفا ما متعرفش أفو الموضوع ده فقولي زي ما كنت بتقولي كلنا فرحانين بحرب اكتوبر أيها إحنا كلنا فخرين جدا بحرب اكتوبر وطبعا يعني هو حاجة جميلة بس أنا يعني مش محضرة حاجة تمين طب ولي اللي قولتها في الأول طب هو نممكن أنت ما قول حاجة غيرها؟ ميش يقولي أنت عزي ولي قرالي من ساعة لما جاني ده أنا بخاف لو ثانية يروح بعيد ده أنا بقيت بالليل بسمع أغاني اللي قديم واللي نازل جديد ده أنا بقيت بربس على كيف وما بقولش لا على حاجة بيعزها وبقيت أشوف كل اللي بيشوف والتعليمات بالحرفة لا تزهق ما أخلص سيطر على حياتي وما فيش ولاد غيره بكلم وهم لقوا كمان بناء صحباتي طب عملي مش عقب ومعظمهم يا عزي طيب سيطر برافا عليك يا سيطرر برافا عليك يا سيطرر أعرف التمثيل نعطلك عن دراستك لا يعني 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 أنا أحيانا لما بيبعندي مذاكرة قليلة بخلص مذاكرة وبعادية بقعدة فضية فممكن مثلا أمسك المايك لابا عندنا مايك لابا وأمثل وأغني وأعمل أيروبكس وكده ولو عندي مذاكرة كثيرة فبذاكر واليوم اللي بعده بيبقى جازة دايماً لما بيبقى عندي مذاكرة كثيرة اليوم اللي بعده بيبقى جازة فبمسك الموبايل وبتفرج على مسلسلات وأفلام وبعمل أيروبكس وبغني تكسلينا تحب تقولي كل البنات اللي زيك إيه عشان نختم بيها أحب أقولهم لو أنت عندك موهبة أو عندك حاجة مكتومة جوك حاولي تطلعي ساعد كاميران طيب احنا دلوقتي ووصلنا لعاية فقراتنا استنونا في حلقة جديدة من برنامج الأستاذ باي 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 اشتركوا في القناة